السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في سوق الاي اي اي بروميت. ايه هو الاي اي بروميت? هو بروميت او يعني بتكتبه عشان طالع لك صورة احترافية. يعني مثلا لو انا عايز اعمل صورة احترافية زي دي. في حد كاتب بروميت معين ويقول لو انت عايزه هتدفع وان دولار مسلا. تمام? في حاجات بتبقى ثلاثة دولار. في حاجات اربعة دولار. وهكزا. فلو انا عايز حاجة بالجودة العالية دي اه ممكن استثمر وادفع فيها المبلغ معين. يعني اعلى ده مسلا اهو ده بتسعة دولار حاجة احترافية. تمام? هو بيقول لك ان هو هيشارك معك البروميت اللي عمل به الحاجة الجميلة دي. فانت نفسك ممكن تعمل بروميت يكون حاجة جميلة وبتوريها للناس. واللي عايز يشتريها هيدفع اثنين وثلاثة دولار. طب تقول لي اثنين وثلاثة دولار يعني مبلغ بسيط لا انت ممكن تبيع الف واحد. يعني في ناس هنا بيعين وكسبين عشرات الالاف من الدولارات. من خلال ان هو عمل بروميت بس حاجة احترافية. بش حاج موجودة عن انت عادي. مجرد نوجه اعمل وصف الفيديو وحط مثلا الصورة وحط الالوان وحط الكاميرا وحط كل حاجة بحيث تطلع حاجة احترافية. فالناس بتشتريها واصبح فيه ناس كتيرة ومتمية بالقصة دي. طيب كل عليك ان انت هتيجي هنا وتبدأ تقول له لوج اين وتبدأ تخش على سلو وتبدأ ان ان انت تبيع. الجميل ان انت ممكن ترفع شوية بروميت وشوية صور. وتسيب الموقع خمسة شور والخمسة شور يكون في عائد بيجي لك كل شوية. ليه? لان انت استثمرت او عملت حاجة اسمها الدخل السلبي. بحيث ان انت تقدر تكسب كل شوية. كل عليك ان انت هتبدأ تقول له ان هو على البروميت اللي عندي ما هو ليكون مسلا من مناسبة الانجي بتي. ماشي? طب هتسميه ايه? اختار الاسم اللي انت عايزه. بتاعه وهكذا. طب انت عايز تبيعه كم? عايز تخليه فريق. في ناس كتير حطى فريق. في ناس حطى ثلاثة دولار وهكذا. فتختار بقى السعر اللي ان انت عايزه. وليكن مسلا هنسميه. او نسمي ايجيبت مسلا. حاول نشوف صورة خاصة بيجيبت كده ونرفعها. الوصف بتاع الحاجة. يلازم نحط وصف. طبعا تحط وصف حقيقي يعني. حتى لو مش عارف ممكن تروح لشاتجي بتيف تديره الصورة وتقول له اصف لي الصورة دي. تمام? هتقول له بقى ده انا عايز على جي بي تي ولا شاتجي بي تي. الانجين اني واحد فيهم اللي بشار بشكل افضل. البروميت تبقى تحط له البروميت. اكزامبل اوتبوت. تقول له المخروجات تتعامل ازاي. لو التانية في واحدة كتب معمولة ان انت تحط الصورة. تمام? هنقول له باك. ده جي بي تي. طيب لو تبقى دل اي او ليوناردو. تمام? اهو نكست. هيقول له تكتب البروميت. اكتب الموديل. اكتب الستايل. البروميت انهانس. فيه ولا لأ? وحط له الصورة اللي هتطلع. يعني تقول له لو انت عايز الصورة دي. ممكن تكتب كزا عشان تطلع لك الحاجات دي. انا ناوي فعلا اعمل كزا ببروميت. واستنى باشوف هاي ناس هتشتري ولا لأ. بس خلننا اعمل صورة حلوة وبروميت حلوة. ابدأ ان انا ارفع الحاجات. ده متجر هو ناس كثيرة بتشتري الحاجات ديت. تمام? اهو في مسلا هيدي ناسة من خمسة دولار فليلا. ده مسلا بسبعة. في حاجات تبقى اغلى في حاجات ارخص. بس هي الفكرة كلها جميلة ان انت تستسمر في حاجزا كده. زي بتقول ما انت في الموقع هتلاقي ناس حتى حاجات مجانية فهتقدر ان انت تتعلم منها. تقدر تشوف الناس بتعمل صور ايه بتعمل تخزية بصرية وتحاول تعمل زيها.